أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتانياهو في محاولة يأسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين في لادلفيا معتبرين تلك المزاعم الدعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وأشدد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بقاهرة أن مزاعم نتانياهو بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العضوانية والتحريدية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة